أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كانت العليم الحكيم عنوان هذه الكلمة المتواضعة من مظاهر الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المولد يعلموا رحمكم الله أن كبار علماء الإسلام الذين جوزوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم ابن حجر العسخلاني والسيوطي وغيرهم كثير أكدوا أن من مظاهر وأشكال هذا الاحتفال هي أولا الفرح والسرور والرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمولده ونشأته وبعثته ونصره وذلك كله من فرائد الدين وواجبات الإسلام ثانيا شكر الله جل وعلا على ما أنعم به علينا بهذا الرسول الكريم وهديه وشرعه ورحمته وشفاعته وصدق الله العظيم إذ يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تالتا من المظاهر كذلك الاجتماع على تلاوة وسماع ومدارسة شيء من القرآن رابعا قراءة فصول من سيرته صلى الله عليه وسلم وإنشاد المدائح النبوية التي تحرك القلوب إلى فعل الخيرات وكذا كترة الصلاة والسلام عليه والتعريف بحقوقه وحرمته قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب خامسا بذل السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وإسعاف المكروبين وهذا كله من مستحبات الإسلام ومحاسن الأخلاق وهي كلها كما ترون وغيرها من صميم الدين وقد ندب إليها في كل وقت وحين فما الذي يحولها إلى بدعة في هذه المناسبة بالدات كما يدعي بعض من لم يتذوق حلاوة الدين ولم يتلذذ بمحبة سيد المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع آدية وآته يا مولانا الوسيلة والفضيلة وبوئه الدرجة الرفيعة وبعثوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته وأحينا اللهم على هديه وامتنا على سنته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وارزقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم آمين والحمد لله رب العالمين